صباح الخير ومرحبا بكم في المنتدى في دورته الثامنة عشرة كوني شواء مرحبا بكم باليابانية وكما نقول في جنوب أفريقيا وفي زامبيا جملان ونحن هنا نقوم بالتواصل مع عدد كبير من المناطق الجغرافية المحلية والوطنية ودون الوطنية التي يزيد عددها عن 160 كلها مجتمعات أيضا تضم الشباب ومجتمعات أخرى وإن نقاشنا سينظر في الأليات المتعلقة بالحوكمة الحالية وأيضا الإمكانات الممكنة للأطر الإقليمية التي يمكن أن تحمي البيانات بصورة أفضل إن هذه المجموعة ستنظر في الآثار المختلفة للتنظيمات في الجنوب العالمي في مقابل الشمال العالمي وسننظر في إمكانية إيجاد حلول محلية أيضا سننظر في الإستراتيجيات الخاصة بتنظيم أو إنفاذ تنظيم البيانات أيضا ما هي طرق العمل التي يمكن أن تنتهج من أجله تحسين سياسات حماية البيانات وسننظر في قدرات أطر حوكمة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة في مجال البيانات وأخيرا وليس آخرا سننظر في إمكانية التخفيف من تجزئة الإنترنت أنا اسمي زانوي نتاي تيسي أساري أنا رائدة أعمال وأنا أيضا محامية في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا وأركز على حماية البيانات والتكنولوجيات الناشئة ومن دواعي سروري أن يسر هذا الحدث وأنا سعيدة أنني موجودة هنا في كيوتو وتنضم لي جودث هالرستاين من الأولايات المتحدة ولدي هذا العدد الرائع من المتحدثين فما الذي سأفعله؟ أنا أولا سأطلب من المتحدثين أن يقدموا أنفسهم والسؤال الأول الذي أريد منكم الإجابة عنه هو أن تشرح لنا من وجهة نظر إقليمية ما هي الأليات الموجودة في مجالكم أو في منطقتكم؟ هذه الأليات التي تحدث نجاعة فأريد منكم أن تخبرونا من أنتم من أين أنتم؟ ما هي هذه الأليات الموجودة؟ وهل تعتقدون إذا كانت فعالة أم لا؟ اسمي شارل شعبان وأنا المستشار الشرق الأوسط جمعية الدولية للعلامات التجارية وأنا هنا أمثل الجانب العربي لمنتدى الحوكمة حوكمات الإنترنت طبعا إجابة عن سؤالك في منطقتنا هناك قوانين تتعلق بحوكمة البيانات بوجه عام وخصوصية البيانات بوجه خاص هذه مسألة أصبحت أكثر أهمية بعد أن أصدر الالتحاد الأوروبي قانون حماية الخصوصية والسرية البيانات جي دي بي آر ولكي أكون محددا أنا أريد أن أقول أنه في فبراير شباط المقبل فإننا سنقوم بعقد اجتماع يتعلق بالمنتدى وسأشرح لكم ما هو الذي سنركز عليه وأريد أن أقول أن أيضا لدينا الرؤساء بالمشاركة في لجنة توجيهية الخاصة بمنتدى الحوكمة في العالم العربي إذن أريد أن أقرأ لكم هذه الفقرة همية البيانات تتزايد فهذه عبارة عن ثروة يتم جمعها وأن البيانات اليوم أصبحت تمثل اقتصادا بحد ذاته هذه البيانات تستخدم من أجل الإشراك والنمو وأيضا لتحويل هذه البيانات إلى مال وأنه أمر مقبول بالنسبة للمنظمات أن تقوم بجمع البيانات من الأفراد ولكن من المهم أن يتم حماية حقوق الأفراد بالنسبة للبيانات التي تجمع عنهم هذا أمر ضروري أن نجمع البيانات التي لا تتعلق بالبيانات الشخصية للشخص أو البيولوجية وأن هذه البيانات أيضا من الضرورية أن نتيح للمواطنين أن يعرفوا كيف تجمعها كيف تستخدم كيف يتم تحليلها والتعامل معها ومعالجتها أن هذا من حقهم علينا أن نتعامل مع هذا التحدي الذي يكمن في جمع هذه البيانات وحوكمتها وكما لاحظتم فإن الإي جي أف في العالم العربي يريد أن يتعامل مع هذا الموضوع بصورة أكبر ونريد أن نجيب عن هذه الأسئلة من خلال إشراك الأطراف المعنية من المنطقة شكرا صباح الخير أنا أليسون جيلورد من ريسورش آي سي تي في أفريقيا هذا مركز للفكر في أفريقيا ويعمل في مختلف أنحاء القارة أنا أيضا من جامعة كيف تاون من مدرسة نيلسون منديلا أنا أمثل الإي جي أف أو المنتدى الأفريقي وأنا هنا أتحدث عن إطار السياسات الاتحاد الأفريقي وعندما نتحدث عن الثقة فإن هناك عدد من الآليات التي يجب أن تتواجد من أجل أن نقوم ببناء الثقة وهناك هذه الإفتراضات المتعلقة بالأسواق بالديمقراطيات بالديمقراطيات بسيادة القانون بالتنمية البشرية فإذن هناك الكثير من القدرات التي ستحتاج إلى بناء وأيضا نحن نحتاج إلى أن نقوم بخلق الثقة في هذه المجتمعات والبيئات التي نعمل فيها إن الاتحاد الأفريقي لديه إطار سياستي للبيانات وهو إطار تموح للغاية وهناك التزام بتحقيق حماية البيانات في مختلف الفضاءات إن هذا الإطار هو أكثر من كونه إطار لحماية البيانات فطبعا كان هناك أثر للجي دي بي آر قانون الأوروبي لحماية البيانات على قرتنا هذه الوثيقة وهذا الإطار أكبر من ذلك بكثير هذا يتعلق بالبيانات الشخصية وغير الشخصية وهو يطمح إلى خلق بيئة تتمتع بالثقة وإن إطار حوكمة البيانات يشمل جميع جوانب البيانات من حيث النفاذ السيطرة، الجودة، البيانات المفتوحة إلى آخره ولكنه أيضا في جزء منه يعترف بالاستعداد الرقمي وأيضا الأطر التي استعلق بحقوق الإنسان في منطقتنا إن ثلث الأفريقيين فقط متصل بالإنترنت فنحن نحاول أن نخلق هذه البيئة التي تتمتع بالثقة ولكن في الوقت الحالي هناك الكثير من الإقصاء فإذن هذه الوثيقة تقدمية للغاية لأنها تعترف بأهمية الإشراك وبأهمية الإنصاف والمساواة في هذه البيئة هذه الوثيقة تغطي أيضا الأجزاء المتعلقة بأمن البيانات وحمايتها ولكن أيضا ننظر في المشروعية والشرعية فلا يمكن أن نحقق الشروط المتعلقة بالثقة بدون ذلك شكرا أليسن يمكن أن ننتقل إلى رؤول بنفس السؤال هل يمكن أن تخبرنا بالمزيد عن منطقتك وأيضا ما هي الأليات وإذا كانت هذه الأليات فعالة أنا اسمي رؤول إتشيبرية وأنا المدير التنفيذي لرابطة الإنترنت في أمريكا اللاتينية هذه مؤسسة في القطاع الخاص وأنا هنا أمثل هذه المؤسسة إن منطقة أمريكا اللاتينية متقدمة فيما يتعلق بتوفير أطر تنظيمية تتعلق بحماية البيانات نحن لدينا عدة مراجع ولسيما الوثيقة لأمريكا اللاتينية المتعلقة بحقوق الإنسان وكل التدابير الحماية متأتي من هذه المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان هناك عدة مؤسسات في البلدان في منطقتنا كلها لديها ما يحمي البيانات كلها تتمتع بالاستقلالية في الوقت الحالي لدينا مستوى عال من التنصيق مع المؤسسات وفيما بين أصحاب المصلحة إن حماية البنايات أمر هو موجود في بلدان حتى بالنسبة للبرازيل هذا أمر أيضا قد توصلنا إليه نحن لدينا في الوقت الحالي مناقشات في العديد من البلدان التي تقوم بتحيين أطورها المحلية حتى البلدان التي هناك بلدان تعتبر ريادية في هذا المجال لا بل أنها تستخدم كمرجع في تحيين تشيعتها في بلدان أخرى هذا مهم جدا في بعض الأحيان نسمع بأننا نعيش في اقتصاد قائم على البيانات برأي لا نحن نعيش في مجتمع قائم على قواعد البيانات فأن البيانات مهمة جدا بنسبة كافة الخدمات سواء تلك التي نتلقاها من القطاع الخاص أو من الحكومات أو غيرها ولذلك من الضروري أن يكون لدينا إطارا متينا يسمح لنا بإدارة البيانات بشكل يؤدي إلى فرصة مؤاتية لنا شكرا هل يمكن لك سيدايك شانشين أن تقول لنا من تماثلين ما الذي يحصل في منطقة تقي سيد عفوا اسمي صباح الخير أنا سيد لوسيان كاستكس وأنا أمثل المنتدى في فرنسا صباح الخير للجميع أنا سأبدأ بتقديم نفسي اسمي لوسيان كاستك أنا ممثل الشؤون العامة وأيضا الشركات في أفنيك وأنا أيضا ممثل المنتدى في فرنسا قبل كل شيء سأقدم كلمتي وأنا أكتب سوفيكنشتاين والذي قال بأن الفلسفة هي نضال ضد التقييد تقييد الزكاء بالأدوات التي تحيط بها نحن اليوم علينا أن نفهم الإنترنت الإنترنت التي نصب إلى تحقيقها يجب قبل كل شيء أن نحدد شروط هذه الإنترنت طبعا البيانات إضافة إلى الحوكمة وحتى مفهوم الثقة وما نقصده بمفهوم الثقة كلها أهداف تسهم في تحديدها في تعريفها الإنترنت أصبحت من احتياج التنى اليومية ونحن لم ننتهي من تشكيلها سواء من ناحية التقنية لسيما وأن هناك استخدامات جديدة تنشأ يوميا نحن نحاول إيجاد توازن بين الأمن السيبراني وبين حماية الحريات الخاصة وهو تحدي لأنه ضروري لسيما إذا أخذنا معين الاعتبار خطة المختلفة خطة 2030 للأمم المتحدة وأيضا الاستعراض استعراض قمة مجتمع المعلومات بعد عشرين عاما من تأسيسه بإجاز في فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي هناك العديد من التشريعات والنصوص التي يتم التفاوضة بشأنها أو التي هي على وشك أن تدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بحماية البيانات فإنه دخل حيز التنفيذ عدة سنوات اليوم لدينا تشريعات متعلقة بتكنولوجيات الناشئة فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي وأيضا لدينا تشريعات بشأن الخدمات الرقمية لدينا قانون حوكمة البيانات والذي يتضمن تشريعات تسمح بمشاركة من قبل الأفراد والحكومات في حوكمة البيانات وهنا المحور الأساسي يستند إلى مشاركة الجميع بمن فيهم المواطنين وأيضا هناك في المدارس ادخال في المرحلة الابتدائية والتي تليها فهما للتحديات الرقمية وطريقة لفك رموزها لأن الفهم يعني بأننا نتخذ تدابير ولذلك فأنه يجب فهم التحديات فهم هذه التحديات طريقة استخدامها بكل شفافية في فرنسا نحن لدينا نصوص قوانين تصب في الخانة نفسها قانون 2018 ضد التلاعب بالبيانات وأيضا حول حماية الأطفال على الإنترنت والحماية من خطابات الكراهية كل هذه النقاشات تعطي أهمية كبرى للبيانات إن الأطرة المحلية والإقليمية تأخذ بعين الآتبار دورة محلة ودورة البيانات لدينا ونحن نعمل مع المنتدى في إيطاليا وفي أيضا في اليابان وغيرها لحتى نتوصل إلى مفهوم يأخذ بعين الآتبار تلاقي الثقافات والحضارات شكرا جزيلا على هذه المداخلة الآن أود فعلا أن تقل إلى سيد يكشان تشين هل يمكن أن تقول لنا أين ما هو موقع منطقتكم فيما يتعلق بهذه الأليات وهل تعتبرونها فعلا ناجعة وفعالة سيدة يكشان تشين حضرات السيدات والسادة أنها فرصة رائعة تسمح لي بالتشاطر بأرائي معكم أنا سأركز على أمن البيانات ودقتها وأيضا توقيتها الملائم أنا من الصين اسمي ييو شان شين وأنا من أكاديمية العلوم مثل أيضا منتدى حكمة الإنترنت في بلدي أن الصين تضم عددا كبيرا من السكان وأن الناس يستخدمون البيانات من أجل دعم تنميتهم أن البيانات متوفرة من أجل دعم الابتكارات هناك أهم شيء مهم جدا يتعلق بجودة البيانات كيف يمكن أن نفرز بيانات ذات جودة ونضعها بمتناول الجميع هذه هي من المسائل المهمة أن العلماء قد بدلوا جهدا كبيرا في هذا المجال وقد وأنتجوا منتجات هي محمية بحقوق الفكرية نحن نقشنا هذه المواضيع على طول عشرين عاما في الصين والآن وصلنا إلى قرار بألا وهو أن توصل إلى سياسة المصادر المفتوحة وبعد ذلك فإننا بدأنا ببناء البنية التحتية مع إنشاء مراكز من أجل جمع البيانات ولدينا أيضا هيئة متعلقة بتناول هذه البيانات وقد أنشأناها منذ تسعي سنوات ولدينا سياسات مبادئة توجيهية ومعايير إضافة إلى إجراءات إدارية بهذا الصدد حتى الآن فأكثر من ألف موقع قد تم نشره ولدينا أكثر من مليون شخص يصلون إلى هذه البيانات في العديد من البلدان إذن فإن مركز البيانات يتم إذن تحميل البيانات في مركز البيانات في 2018 كان لدينا جهدا كبيرا في هذا الصدد هذا المنتج وهذا المركز تنتجنا منه بأننا علينا أن نستثمر في هذا المجال والكثير يتساءلون أي تبيانات هي تجودة ولهذا هناك لغط بالنسبة للمستخدمين الأمر الذي يأتي بنا إلى فكرة ضرورة حوكمة البيانات نرى بأن هناك عدد أو كم متزايد من البيانات الذي أصبح متاحا ليس فقط لمراكز العلماء بل للجميع لكافة المواطنين حتى في الكرة ولذلك فلدينا الدي اي اي اس وهي مؤشرات الجغرافية والبيئية والاستدامة حتى الآن لدينا 101 شريك قد اندم إلى هذا المشروع ونحن فتحنا باب البيانات والمعرفة وفي نهاية بواسطة البيانات الضخمة وأيضا تكنولوجيات المتاحة على الانترنت وبفضل السرعة التطوير التي تتدور فيها التكنولوجيات وأيضا إدارة الإدارة المخاطر أدت إلى تجربة ناجحة في الصين هناك الألاف مئات الألاف من القرويين الذين انضموا إلى هذا الجهد وأفادوا منه لدينا أيضا عملاء الذين حصلوا على منتجات جيد من خلال المصادر المفتوحة والمعرفة المفتوحة إن منظمة الأغذية أيضا عملت معنا من خلال برنامج OCOP وإن هذا البرنامج هو برنامج منتج واحد لبلد واحد هناك عديدنا البلدان التي تستخدم هذه التكنولوجيا بشكل مجاني حتى تتمكن من تطوير زراعتها منها البنغلاديش نيبال بابوانيو وغيرها من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ أحد سيدات وسادة أود أن أقول لكم بأنه حان الوقت لكي نقوم بحوكمة البيانات هناك مخاطر ولكن هناك فرص ليس أمامنا أي خيار آخر إلا أن نتوصل إلى إطار في ظل منتدى حوكمة الإنترنت وأيضا في الإطار المحلي والإقليمي وننتقل من المستوى المحلي حتى نعمم ذلك على المستوى الدولي شكرا لأنك قلت لنا من أين تعملين وأعتقد بأن قد اختتمت قائلة بأنه يمكن أن يكون هناك حوكمة للبيانات من ناحية المحلية سيدة أليسون جيلورد نحن ننظر إلى عندما ننظر إلى الأسواق الفردية كيف تنظرون إلى ذلك كيف يمكن أن نتأكد من أن التشريعات ستكون فعالها وفي الوقت نفسه أن نعمم ذلك على مستوى أفريقيا حتى نتمكن من الاستفادة منها شكرا جزيلا برأي أن هذا مهم جدا عندما نتحدث عن إطار السياسات عندما ننظر إلى الأطر الأخرى في هذا الصدد نرى بأنها تتركز بشكل كبير على مفاهيم فردية بشأن الحقوق وتكون غير متوازنة تتعلق وتتضمن أيضا بحرية الوصول إلى البيانات وحرية التعبير لذلك فأنه لا يتم إذن لدينا هذه المفاهيم المنفردة التي استلهمناها من الجي بي آر والتي تعتمد على شكل من أشكال الكبول علينا أن نقبل بأن هذه تعتبر من المحفزات التي تسمح بإطلاق العنان لفرقصة في أفريقيا عندما ننظر في سياساتنا فإنهم ضروري جدا أن يكون هناك ثقة فنحن لدينا أشخاص الذين قد أسهم في هذه العملية ويجب أن نعترف بجهود إذا منظرنا إلى الإطار فيجب التحق من حرية الولوج إلى البيانات يجب أن نحرص لأنه في قاراتنا يجب أن ننتقل من مفهوم ضيق فيما يتعلق بالسيادة حتى ننتقل إلى التدفق الحر عبر أقليمنا والاستفادة من ذلك ولهذا فنحن بحاجة إلى إطار قابل للثقة به وبشكل يسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة الإنفاذ ومن ناحية الحكومات هناك أدوات للتدريب ولسيما فيما يتعلق بالركس وحتى تتمكن من دعم كل هذه المهام التي تحصل على قارتنا السمراء بالإضافة إلى ذلك فإن هناك التركيز على مسائل أخرى وهي فهي تركز مثلا على الأثر المتفاوت للأضرار أضرار هذه التكنولوجيات ولكن على الرغم من أن نعترف بذلك فنحن لا نفكر بالتوزيع العادل للفرص علينا أن نحرص على أن كافة الدول هي متطورة من ناحية التكنولوجية حتى تتمكن من الاستفادة من السوق المشترك بشكل متساون أعتقد بأنك تحدثي عن مسائل مهمة منها حرية تدفق البيانات نظرا للمنصات المختلفة ونظرا للأوجه المتعلقة بالبروتوكولات التي تم توصل إليها فإنه ربما يمكن أن تفسر لنا ما هي العلاقة بين ثقة بين امتلاك البيانات وحكمت هذه البيانات بالنسبة للمنظومات البيانات القائمة شكرا هذا مهم جدا نحن استمعنا إلى الدكتور الآن كل شيء يطبق على الانترنت دي أن أس عندما بدأت وهو منظومة أسماء الميادين بدأت من أجل من أجل الحفاظ أو حماية حقوق الفكرية أما اليوم فإن التعريفات قد تعددت فيما يتعلق بمن يستغل هذه الميادين الأسماء في الأردن أيضا لدينا حفظ لخصوصية البيانات يجب أن نحرص على حماية الخصوصية وإيجاد آليات واضحة تسمح لأصباح المصلحة أصحاب المصلحة أن يكون لديهم بيانات محمية الخصوصية لكل البيانات لديها طابعة خصوصية ويجب أن نحميها نحن نعرف من ومن يتابع عمليات الأيكان نحن نعرف بأنهم يناقشون ما الذي يجب إدراجه وما يجب إقصائه طبعا أن الإسم وأيضا العنوان مهم ولكن علينا أن نجد عملية حتى نعرف ما إذا كان هناك استغلال استخدامات هذه المعلومات منذ بما أنني أعمل مع الجمعية التي أمثلها فإننا نحاول تعريف استغلال منظمة ميادين الأسماء أن الأمر هو واسع عن نطاق فكما قلت الأمر أنهم يعرفون هذا الاستغلال هو أي محاولة أو عمل لاستغلال ميادين الأسماء بالاسم أو بالوظيفة من أجل ارتكاب بنشاط يعتبر خطرا أو تهديدا سيبرانيا هذا ما يجب أن نعمل عليه في المستقبل الميسرة شكرا على هذه النقاط العملية ونحن نقدر لكم هذه المداخلة والآن أود أن أتوجه إلى لوسيا وأنا أتحدث عن الجودة وضبط الجودة فنحن سمعنا عن أهمية هذا الفضاء السيبراني نحن تحدثنا عن النواحي الاقتصادية وغيرها وكيف أنها تتداخل فيما بينها لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وغيرها من البيانات فنحن نريد أن يكون لدينا تمييزا بين هذه البيانات في مستقبل في عمل فهذا سيؤثر على طريقة عملنا الطريقة التي سنحب فيها إلى آخر إذن من ناحية الأبحاث ما هي وجهة نظركم حول هذا الموضوع والسؤال هو لسيدة ييك شان شين شكرا أن ضبط الجودة يتطلب ثلاثة خطوات أولا أن يكون لدينا إطارا يتضمن مبادئ وإجراءات ومعايير يمكن أن تخطع للاستعراض إذن لدينا ثلاثة مستويات للاستعراض وإذا كان هناك نزاع فنحن سنحتاج إلى معيار رابع هذا أولا ثانيا نحن بحاجة إلى فريق متخصص ومهني يعمل في مجال الإدارة لدينا تحديات جديدة فيما تعلق ببيانات ولذلك فنحن لدينا نعقد عدة اجتماعات ليس فقط للاستعراض ولكن للمطلعين بمهمة الاستعراض وإنما أذن المستخدمين ثالثا نحن نتلقى التعليقات لكي نعرف ما هي الجودة التي يبحثون عنها إذن هذه هي مسائل رئيسية من أجل مراقبة الجودة وكلما عملنا بهذا الشكل كلما حرصنا على حماية المستخدمين أنا أوافقك الرأي ولكن أود أن أنتقل إلى سيد راول إشيبيريا نحن سمعنا عن هذا التهديد الكبير إذا ما نظرنا إلى النواحي المالية والاقتصادية فعندما يتعلق الأمر بالنظر إلى الأمور من الناحية الاقتصادية فهناك مسائل مثل الثقة وغيرها التي يجب أن تصم في خانة الاستدامة وحماية الخصوصية ما رأيكم في هذه المسائل شكراً على أعطائي الكلمة أعتقد بأن البيانات بحاجة إلى التضفق فنحن بحاجة إلى تضفق البيانات توضعها في متناول الجميع والأسيما من أجل تقديم الخدمات وأيضاً القيامة بالمعاملات التجارية إذن فإن الهدف من هذا الإطار هو ضمان التتضفق الحر للبيانات بطريقة آمنة إن اليقين القانوني مهم بالنسبة لأصحاب المصلحة نحن نفهم بأن هناك اختلاف ما بين أصحاب المصلحة في أمريكا اللاتينية ليس لدينا هياكل عابرة للحدود كما هو الوضع في في أوروبا فنحن لدينا أكثر من 30 ولاية قضائية في منطقتنا حتى نتمكن من الإفلاح فنحن علينا أن نحرس تضفق البيانات بشكل يؤدي إلى تنمية كافة البلدان المنطقة دون أن يترتب عن ذلك خسارات فنحن قضينا وقتا طويلا نناقش هذه المواضيع مع وضعي السياسات وهنا أود أن أشير إلى أن منتدى حوكمة الإنترنت يمكن أن يكون فرصة رائعة لعقد هذه الحوارات في بعض الأحيان الوضعي السياسات يقولون بأنه أنهم يحمون المستخدمين ولكن قد يكون لخطواتهم تبعات لم تكن لم تكن متوقعة هذا عمر يجب أن تأخذه بعين الاعتبار السياسات وستأوقف عند هذا الحد لأن الوقت ضيق شكرا بهذا أتوجه إلى لوسيا كاستيكس وأود أن أطرح عليه السؤال فيما يتعلق بالاعتبارات القانونية أنت تحدثت عن وسس القمة العالمي لمجتمع المعلومات ولديها خطوط عمل تنظر إلى العدة الأوجه المتعلقة بحوكمة البيانات إذا ما أردنا أن ننظر في الاعتبارات القانونية والتشعبات للتدابير التي هي تناهد الثقة من وجهة نظركم كمبادرة منتدى وطنية وإقليمية ما هو موقفكم ورأيكم شكرا على هذا السؤال الممتاز مما لا شك فيه أنه إذا ما أردنا أن نبحث عن توازن فهذا أمر مهم جدا من ناحية اليقين التشريعي هذا أمر مهم كما قلت ولكن الشفافية أيضا مهمة وهذين العنصرين يمكن أن يؤدي إلى التدفق الآمن للبيانات هذا سيسمح للمستخدم أن يفهم ما الذي نفعله بها لماذا نستخدم هذه البيانات وما هي الأطر القانونية والتشريعية المطبقة على المستوى الأوروبي كما تعلمون نتحدث عن العقد الرقمي 2030 ونرى بأن هناك تقارب بين الخطط أن المفوضية الأوروبية في يونيو حزيران اعتمدت مؤشرات من أجل قياس هذا التطور الرقمي في أوروبا ونشر المعلومات مع توزيعها على دول أعضاء إذا ما أردنا أن نتحدث عن تدفق الحر للبيانات فنحن نتحدث عن تحول رقمي فيما يتعلق بحوكمة البيانات لكي أعود إلى سؤالك فنعتقد بأن هذه الشفافية مهمة ولا بل أساسية لدينا بيانات تنشر بشكل كبير وإذا ما أردنا أن ننظر في منظومات قابلة للتشغيل البيني ويمكن الوثوق بها فيجب التشديد على هذا الموضوع إن منتدى حكمة الإنترنت الثامن عشر في كيوتو قد أشار إلى أهمية اعتماد نهج المتعدد الأطراف ومتعدد أصحاب المصلحة وفي هذا الصدد نرى بأن التنوع الثقافي الفكري واللغوي سيساعد على التوصل إلى أنماط حوكمة ملائمة على الصعيد الدولي عندما نتحدث عن البيانات فنحن نتحدث عن مشاعات عامة في هذا العام وفي هذا المجال أن المشاعة في سماتها الخاصة بها يمكن أن تكون مصدر إنترنت يساهم في بناء حلول تسمح باستتباب هذه الحوكمة الدولية عن طريق قواعد واضحة أنتم تحدثون عام الارجي بي دي إذن قواعد واضحة فيما يتعلق بالمنافسة وأيضا فيما يتعلق بشفافية الخدمات الرقمية التوصل إلى إطار مع مشاركة كافة أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة حد بشكل يسمح لنا بالتوصل إلى إنترنت جديرة بالثقة أن الإنترنت لا تختلف عن مقاله أينستان يمكن أن تكون العلة ويمكن أن تكون الدواء شكراً لذلك إذن أنت شددت على قضية الشفافية المساءلة وتأكد من حصولنا على نهج محور الإنسان وهذا ما نحاول التوصل إليه على المستوى الدولي أن هذه الجلسة ستنتقل الآن إلى تحاور مع الحاضرين حتى تكون تفاعلية قدر المستطاع هذه سيكون لدينا الجولة الأولى للأسئلة ولكن نبدأ بالأسئلة التي يطرحها المشاركون عبر الإنترنت هل هناك أياد ترتفع لترحي الأسئلة لدينا واحد اثنين ثلاثة إذن سنبدأ بالأسئلة عبر الإنترنت وبعدها ننتقل إلى من يريد التنسل من الحضور هنا شكراً جزيلاً عندنا سؤال من طرف كريس يقول فيه ويوجه السؤال لممثلة الصين عندما تحدثت عن جودة البيانات هل لها صلة ب سلامة البيانات هل عندك أي توصيات فيما يتعلق بضمان سلامة البيانات وربطها بالحوكمة لأن في بعض الأحيان ننسى عمل السلامة في هذه المحادثات هل لك أي ردة فعل على هذا السؤال شكراً لكل من يهتم بموضوع جودة البيانات من تجربتنا نحن نحتاج إلى التعاون بين الشركاء التحفيز لا يكفي فيما بيننا ولكن نحتاج إلى التعاون مع الحكومات حكومات المركزية والمعظمات الدولية ومع المجلس الدولي للعلوم ولن نعمل مال إذن للإتيان بإطار يشمل مبادئ فقد نظمنا ورشة عمل في نيروبي لإعداد مبادئ تقسم البيانات ثم بعد ذلك أعددنا الخطوط الإرشادية وتعلمنا من الدول النامية في تطوير هذه الخطوط الإرشادية مع خطوط إرشادية الآتية من الأوي سيدي وأنا رأست عشرين سنة هيئة الدول النامية المعنية بتقسم البيانات وقمنا أيضا بقامة قائمة من القواعد لمراجعة وتقييم جودة البيانات حسب نوعها تلك البيانات الخاصة والبيانات الصورية إلى آخره وهذا الأسلوم نجح في الصين ونريد أن ينجح في الدول النامية الأخرى وبقية العالم في جنوب أفريقيا على سبيل المثال في جامعة كيب تاون وفي دول آسيا في المكسيك في جامعات هناك نوفر هذا النهج ونتقاسم هذه المعارف شكرا هل يمكننا أن نسمع لأسؤال الأول من القاعد تقدم نفسك اسمي ألك أبولس أنا من هولندا وأمثل الهيئة الهولندية للمنتدى وأعمل حاليا في الكيب بي أم جي بهولندا أود أن تقسم معكم رأينا فيما يتعلق بحكمة البيانات في حسنة الصباح تحدثنا عن أصل الانترنت ثم عن المراحل البدائية لحكمة البيانات الانترنت بدأت ثم تطور لسارة نقطة بقسم وقائم هذا التقسم على البيانات هذا الصباح تم عقد اجتماع للأم سي أم ديتا اكشنج وقد قبرنا أن الانترنت يقوم أساسا على الانترنت اكشنج بوينت نقاط التقسم والتبادل في الانترنت فهو البنية تحتها التي تمكن من الربط بين جميع صوامع البيانات الموجودة إن كنتم مهتمين بالموضوع يمكنكم الاتصال به شكرا شكرا ربما من أعضاء اللجنة معي من يهتم بالموضوع يمكن يتصل بك وفي القاعة أيضا لأن تعال المطلوب لزيادة المنظوم والأيكولوجيا الخاصة بهذا الموضوع سؤال آخر من القاعة هل تقدم نفسك اسمي جاكو ماماتوني من المنتدى الإيطالي ما قاله لنا لوسيا بشأن المثال الأوروبي الإطار المعزز الخاص بالبيانات هل هذا نموذج يمكن تكراره في أماكن أخرى هل تعتقد أن مثلا في العام القادم يمكن أن نتحدث عن موضوع تحويل البيانات وجعله من أحد المقترحات أو أحد المقترحات شكرا سؤال آخر من القاعة هل كان تقدم نفسك وتخبر إلى من توجه سؤالك تفضل اليمين لا الجسار وأنت على اليمين مرحبا اسمي نازا نيكولاس كرامة أنا من 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 تنزانيا وأشتغل كرئيس للإنترنت سايت تنزانيا تشابتر سؤالي متعلق بسياسة حكمة البيانات هناك مراكز بيانات ضخمة التي تركز هذه البيانات في مكان واحد ولا تنزانيا وتهيمن عليها شركات قليلة كبرى مثل جوجل ميتا أو شركات تكنولوجية كبرى مثلها المسألة الآن فيما يتعلق بالبيانات هي مسألة السيادة عندما عندما تكون هذه البيانات حكرا على عدد قليل من الشركات كيف يمكن أن نقنع الدول ألا تطالب بتلك البيانات من باب السيادة المسألة المسألة شكرا 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 السؤال الآخر من القاع مرحبا أندرو كامبلين أنا على رأس وكالة استشارات في العلاقة العامة سؤال تغيير معايير في الانترنت التي تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان بعض البيانات ولا سيما الميت عدات مثلا توجهات قياس انسيابية البيانات وتحديد الأنشطة الضارة والهيئات العاملة على حوكمة الثقة والبيانات مع الأسف غير ممثلة في داخل هيئات تحديد المعايير وهذه الهيئات تحيط تسيطر عليها جماعة تقنية إذن أتساءل هل يمكننا أن نزيد المستوى الشفافية والمساءلة في هذه هالآيات بتمثيل هؤلاء مثل ITF في تطوير المعايير شكرا السؤال الأخير من القاع ثم نستمع للأجوبة بعد ذلك نستمع للأسئلة الباقية من القاع تفضل شكرا لأعطي الفرصة اسمي الشابوية أنا من الصين أنتمي إلى منظمة فوشي إنستيشون وهو مركز بحوث غير ربحي وموال من طرف الدكتور جايد أونجلي وهو نائب رئيس إيكان السابق نركز نركز على البحوث وحكمة البيانات هو من بين مجالات بحوث الأولى لدينا ونحن مشاركون نشطنا في عمليات الإي جي أف سواء داخل الصين أو داخل المتدى العالمي لإدارة الإنترنت تبع الأمم المتحدة سؤالا وجه مالي أليسون خلال أيام المنصرمة تحدثنا عن أن الوقت يتغير وحتى مفهوم حوكمة البيانات يتغير فكما قلت لا ينبغي أتركز فقط على حماية البيانات ينبغي تركيز أيضا على الوصول للبيانات من جودة جيدة ونحن نلاحظ أن أكثر من 100 من اقتصاديات قد نشرت قواعدها فيما يتعلق بالبيانات وتحليلنا لذلك هو أن بعض المقالات مثل المبدأ الذي يقول أن الأفراد الحق في التصرف في بيانتهم الشخصية لكن هناك قواعد مختلفة فيما يتعلق بتحديد ما معنى البيانات الشخصية لأننا كما قل اللوسيا وقواعد الخاصة بنسبة البيانات نزيد أعادة متزايد من الناس يدركون أهمية القواعد والمعايير الدولية حول حكمة البيانات وقد نحتاج إلى توفق في الأراء في حوكمة البيانات إذن سؤالي هل ترون أنه ممكن أن نقيم معيارا دوليا أو إطارا دوليا لحوكمة البيانات إن كان الجواب بالإيجاب في الوقت الراهن هل حوكمة البيانات يمكن أن تكون جزءا في العهد الرقمي العالمي وهل تعتقدون أن نص العهد سوف يشمل حوكمة البيانات السؤال الثاني أواجهه لبول والسيدة ليو توان الآن لدينا كثير من المنصة الدولية والمنظمات من IGF OECD والIPAC The World Internet Conference كلهم يتحدثون عن البيانات وعن إدارتها هل تعتقدون أنهم من الضروري أو هل يوجد من نوع أنواع الآليات الذي يقوم على تقنين دوري لمنتجات هذه الهيئات نحن نحتاج إلى أن نحدد نقطة الانطلاق في المكان الذي أحرز فيها على توافق في الآراء هل تعتقدون أن الهيئات الوطنية يمكنها أو ينبغي عليها أن تؤدي دورا في هذه العملية شكرا شكرا أتمنى أنكم قد دونتم الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول إذن يمكنكم الرد على هذه الأسئلة في هذه جولة بعد ذلك نستمع لأسئلة المتبقية من القام كثير من التعليقات ومن الأسئلة الوجيهة لم أرد على جزء من السؤال التي ترحت عليها في الجولة السابقة من أجل الموازنة بين النهوج فيما يتعلق بالتنمية وحكمة البعيد لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك مساومة بين التنمية والحقوق ينبغي أن ندمج الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في مجال التنمية والأهداف القانونية ونعلم أن الدول المتقدمة أهدافها تختلف عن أهداف الدول النامية ومتأكد أن الاختلاف موجود أيضا مع دول الأفريقية هذه مرحضتي الأولى أطرح سؤالاني آخرا عن عهد الرقمي الدولي عن البيانات هل هناك حاجة في آلية جديدة لا أعتقد أن هناك حاجة في آلية جديدة على الأرجح أنا أرى أن العهد سوف يضم جزءا تعالقا بحماية البيانات هو سوف يقوم ربما بجرد المبادئ في العالم الغربي القانون الأوروبي المعني بحماية البيانات جي دي بي آر هو الأهم وهو معروف كل هذه الأطر تحتاج على كل لتنسيق وحوار بين الدول المختلفة حتى يضمن التشغيل المتبادل أما السيادة سيادة في البيانات هذا من المفاهيم التي لا أريد أن أعالق عليها لأنه ليس هناك من فهم مشترك لمعنى مصطلح data sovereignty سيادة البيانات وأنا ضد أي فكرة تنحو نحو تنظيم البيانات لاسيما بين شركات الصغرى في الدول النامية أما فيما يتعلق بالمعايير لا أرى ولا أعرف إن كان من الضروري إن كان من اللازم أن يمثل نعملون في سلطات حماية البيانات في هيئات تحديد المعايير من اللازم بطبع أن يفهم هندسة الإنترنت هذا هو الأساس حتى صنع القرار السياسي من اللازم يفهم هندسة الإنترنت أما أن يحضروا أو أن يساهموا في هيئات تحديد المعايير فهذا ليس مطلوبا سأعطي الكلمة لآليسون رد على الأسئلة ولا أدري إن كنت تستطيعين أن ترد على السؤال المطرف ما يتعلق بالعهد الرقامي العالمي موضوع الثقة كجزء أو كعمود من أعمدة أساسية التي نبغي تحقيقها في خططنا المشترك وأريد أيضا نتحدث عن الموضوع الذي أشار إليه راول فيما يتعلق بخضان المعلومات البيانات الآخرية أليسون شكرا سوف أرد على السؤال المترمت في نزال رحمة متعلق بأفريقيا وسأل الآخر متعلق بالأهد الرقمي الدولي شكرا لكم على السؤال الهام المتعلق بمخزن البيانات أو مراكز تخزين البيانات ومسألة سيادة البيانات عندما تخزن في أماكن خارج عن القار أو البلد ولهنك أي ترتيبات تمكن أطور قانونية مشتركة في إطار الاتحاد الإفريقي هناك اعتراف أن هناك حاجة لهذه الملات تحتية الأساسية نحتاج إلى بنية النطاق العريد نحتاج إلى بنية تحتية رقمية نحتاج أيضا إلى طبقة بنية تحتية لهوية الرقمية هذا هو المستوى الأدنى حتى يستطيع الناس أن يتفاعلوا في هذه البيئة إذن البيانات هي عنصر حاسم وهيكلي المشكلة هو أن تفاوت الموجود في تقدم البنى التحتية بين الدول في القار الأفريقية لذلك هذا التفاوت قد يؤدي إلى مفهوم غير واقعي للسيادة سيادة البيانات وتوطينها لأن هناك خدمة الحوسبة السحابية التي في مفهومها الأصلي تكون خارج عن نطاق الوطني ولكن مع ذلك ينبغي إيجاد وسيلة لاحترام القواعد المطلوبة من طرف البلد وفي الإطار الإفريقي دائما هناك السقرة قمية الموحدة ونحن ننتظر هذا التطور وتطوير البنى التحتية المرتبطة به في كل أرجاء القار وهو تطور ملحوظ خاصة في إنشاء مخاسن البيانات الكبرى في إفريقيا ذلك أعتقد أن هناك عدد من التجارب الجيدة في إفريقيا تمكن من تعميم الفكرة على كافة القارة وضمان إنسيابية حرة للبيانات أما القيمة التجارية للبيانات لا أعتقد أنها متصلة بالمقدرة على تخزينها ومعالجتها السؤال المطرح من طرف ممثل معهد فوجي نعم إننا نحتاج إلى حاكمات عالمية في غالب الأوقات نتحدث عن المؤامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي في معايير عامة التكنولوجية التي نملك ولكن في مجال التنفيذ حماية البيانات أو مكافحة التضليل هذا يحتاج إلى حكمات عالمية هذه المسائل تحتاج إلى تعاون بين الدول من أجل التعامل مع الشركات التكنولوجية الكبرى وإيجاد ما يسمى بالنوماتف كينسنسس معها أو هو تافق في الآراء المعياري بما أن الحالة مجزأة في الوقت الراهل في بعض الأحيان هناك محاولات لقبول أي نوع أنواع الحلول التوافقية ولو كانت غير كاملة وفي بعض الأحيان يتم الابتعاد قليلا عن مبادئ حقوق الإنسان فقط لأن المقترح أمامنا ومقترح قائم على العدالة الاقتصادية مثلا في الشركة شركة معروفة شركة AT&T هم لا يمركون هذه الحقوق في العالم غير الرقمي العالم التماثلي ولكن طلاقا من موقف الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالعادل الرقمي الدولي فإن الأمين العام عندما يتحدث عن المساواة الرقمية وما سيقوم به المبعوث التقني للأمين العام سوف يتطلب التحويل الذي نحتاج إليه بفعل من أجل الاجتمالية ومن أجل دمان جودة البيانات شكرا أليسون شكرا أود أن أرد على السؤال الذي طرح فيما يتعلق بإمكانيات فقدان البيانات قوانين الخصوصية ربما قد تمنع ذلك ولكن لا تنسوا أننا دائما سوف أو أننا نتجه الآن نحو الذكاء الإصطناعي والذكاء الإصطناعي يعتمد مئة في المئة على البعينات ومتلف إن نحتاج إلى قوانين متزنة تميز بين ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به والسؤال الآخر فيما يتعلق سيادة البيانات عندما تخزن البيانات في بلد آخر الأمر رهيب بالقوانين المعمول بها ينبغي تعامل مع القطاع الخاص إن عدنا إلى الماضي كان الماضي دائما يتساءل هل أوضع مالي للبنك أو لا والقرار دائما رهين بسمعة البنك نفس الشيء بالنسبة البيانات نردنا أن تكون بياناتنا آمنة وآمنة من الزوال بعد كارثة طبيعية مثلا علينا أن نبحث عن المشاغلين الأكثر أمنا وأحسن سمعة شكرا أعطيك الكلمة سيدتي تشان فيما يتعلق بأن منصة هي أدات جديدة بعد ظهور البيانات الجسيمة المنصة هي بصفة مسرعة بدون المنصة البيانات لن نستطيع تخزينها أو لن نستطيع استخدامها كما قلت بعض المنصات هي عبارة عن مشروعات تهدف لتحقيق مشروع معين أو هدف معين وبعض المشروعات مثل هذه تكون قصيرة الأمد ربما ثلاث سنوات والمشروع لم يصل إلى نهايته وهذا خطر بالنسبة لل الذين يملكون تلك البيانات مثل هذه الحالات عندما تكون مشاريع قصيرة ويمكن زوال البيانات التي كانت تخزينها في الانترونيشن سائنس كانسل مجلس العلوم الدولي هناك برنامج بعنوان ورد سيستم المنظوم العالمي للبيانات وهو موئل العالمي للبيانات في الواقع هذا يتطلب منظومة للحماية والحفظ ويتطلب وصولا للجميع وهذا نوع آخر من أنواعي المنصات لذا أنا أقترح أن تقوم هيئات الاجي اف الوطنية والإقليمية بإطلاق مبادرات لمساعدة على التخفيف من هذا الخطر لأن هناك بعض المنصات التي قبل وقت إغلاقها التي ينبغي نفرض عليها أن تحول أو أن تهجر البيانات التي حفظتها لمنصة أخرى حتى لا يتم زوالتك البيانات حتى تبقى دائما متوفرة لأصحابها ولو على منصة أخرى هذا ما سنحتاج إليه هذا ما سنحتاج إليه شكرا لكم على سؤالكم وهذا تحدد كبير بالفعل شكرا بالفعل شكرا جزيلا لوسيا هل لك أن ترد على سلسلة الأسئلة التي طرحت في جواب واحد شكرا شكرا على الأسئلة التي طرحت بكل إجاز ونحن نقترب من الربيع الأخير من هذه الجلسة أولا فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي في القانون الفرنسي هناك مقولة تقول لا يعذر أحد على جهله القانون وقولها بالفرنسية وباللاتينية لا يعذر أحد على جهله القانون هذه ذريعة وطنية ولكن هل يمكن أن نطبقها على صعيد القانون الدولي من أجل ذلك علينا أن نطور إطارات معا إطارات مفهومة من طرف الجميع مفهومة من طرف المواطن حتى الدولة وهذه الأطور لا تطور إلا في إطار بنظمات دولية بعض من طرح الأسئلة تحدث عن العهد الرقامي الدولي وتحدث عن إمكانية إدراج سلسلة من الأسئلة المذكورة هنا في العهد ولسيما فيما يتعلق بحكمة البيانات وحكمة الذكاء الاصطناعي أن نتحدث عن نفس الأشياء اليوم عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي أمس التعلم الآلي وتعلم الرياضيات الحوسبي في الواقع في الواقع الواحد رهين بالآخر لأن كل نوع من أنواع الحوكمات هذه يعتمد على بيانات ولذا فإن العهد الرقمي العالمي ينبغي أن يدرك كفرصة فرصة لتعزيز تعاون الرقمي الذي دعا له السيد كوتيريس الأمين العام هذا التعاون الرقمي الذي سيمهد الطريقة لنجاح منتدى إدارة الإنترنت والمبادرات الإقليمية والوطنية التي تمكن من تهجين متقاطع للمبادرات التي تتخذ على الصعاد أو الأصعد الوطنية والدولية وبهذا يتأتى لكل جهة وطنية أن تجس ما هو موجوده في الأرض وإقتراح حلول مكيفة كلمة أخيرة إن الاتحاد الأوروبي كما تعرفون فإن لديه هذه الرؤية الخاصة بالبيانات كان هذا في إطار العقد الرقمي وإنها تنظر إلى مقاربة تعتمد على الإنسان أو تضع الإنسان في موقع القلب وفي الوقت الحالي فإن هناك وثيقة يتم تحريرها وهي ستتعامل مع هذا الموضوع وفي الفترة المقبلة فإن هذه الوثيقة ستدخل في حيز التنفيذ كإطار جديد للأمن السبراني وهذا أمر مرتبط بالبيئة الرقمية وخلق ثقة فيها وكما قلنا أيضا منذ البداية في هذه الجلسة فإنه من المهم أن نركز على التعليم فإن التعليم والتوعية من الأمور الهامة هنا في هذا الإطار إن الاصطناعي يستخدم البيانات ونريد أن نعرف لماذا وكيف يستخدم هذه البيانات هذه مسؤولياتنا شكرا جزيلا وأعتقد أن التوعية مسألة هامة علينا أن نقوم بتحقيق ذلك وأيضا أن نشرك الجميع في هذا النقاش من أجل اتخاذ القرار وأيضا من أجل النجاح في الحوكمة إذن سأعطي الكلمة مرة أخرى للمتحدثين هنا في القاعة وأيضا لدينا أسئلة عبر الإنترنت هذا السؤال من محمد حبيب من جمهورية تشاد يشكر لوسيان على الحديث وقال أنا أتحدث عن الجمع للبيانات من قبل الحكومات هذا أمر يشغلني وأيضا استخدام هذه البيانات من قبل الشركات التي تتعقد معها الدول فما هي تدعيات ذلك هل يمكن لأحد المتحدثين أن يجيب عن ذلك يمكن أيضا أن أخذ أسئلة إضافية من القاعة قبل أن نجيب عن هذا السؤال أنا من سريلانكا وأريد أن أقول أن القضايا العالمية تحتاج إلى حلول عالمية وفي عام 2019 تحدث سيد فين سيرف عن حوكمة الإنترنت والأطر الخاصة بها وأنها يمكن أن تصبح هذه الأطر أدوات للعنف قال ذلك في مقابلة مع شركة تلفزيون البي بي سي ونحن الآن وصلنا إلى هذه الحقيقة أن الجهود من أجل حماية خصوصية البيانات وسرياتها موجودة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى وفي سريلانكا نحن اقترحنا قانونا بذلك ولكن هذه المسألة لازالت جارية وفي الوقت الحالي فإن المشاركة من قبل الأطراف المعنية في مثل هذه الجهود مسألة هامة وعلينا أن نقوم بدعم منظمات المجتمع المدنية التي تعمل من أجل أن تكون هناك حوكمة جيدة للبيانات مرحبا اسمي تامرة لاوشنر وأنا المنصقة لمنتدى في نسخته البرازيلية أنا لدي تعليق هنا أود أن أكرر ما قاله الزملاء بالنسبة أهمية بناء الثقة في عمليات حوكمة البيانات وأنا أيضا أود أن أقول أنه حتى تحدث هذه الثقة حتى تتحقق فإنه من الضروري أن تستخدم البيانات لخير الجميع وأن تكون هناك فرصة للجميع لكي يستفيد من هذه البيانات إذا ما أخذنا هذه الأمور في نطاق أو في سياق التكنولوجيات الناشئة فإن الحوكمة المسؤولة للبيانات تكتسب أهمية أكبر وهذا أمر ناقشناه بصورة موسعة في منتدى حوكمات الإنترنت وفي محافل أخرى هناك استراتيجيات من أجل أن نضمن تحقيق هذه المسؤولية بما في ذلك الأمور المتعلقة بغابات الأمازون وبحماية البيانات والقوانين الخاصة بها وإن البرازيل من الدول التي تقوم بإدراك ذلك في قوانينها المحلية وفي حالتنا كما قال رؤول بالفعل فإن هناك قانون لحماية البيانات واسمه بالبرتغالية LGDP وهذا القانون يهدف إلى تعزيز التوعية حول مسألة حماية البيانات وأن يجعلها تركز على الإنسان إذن دعونا نلتزم بالعمل سويا من أجل انتهاجي هذه المقاربة متعددة الأطراف لحماية وحاكمة البيانات شكرا جزيلا آخر متحدث من القاعة أرجو أن تقدم نفسك قبل ترحي السؤال مرحبا أنا اسمي سباستيان باجولي وأنا من فرنسا وأنا من ضمن المشاركين في تنظيم المنتدى منتدى حاكمة الإنترنت في فرنسا أعتقد أنه من المهم أن نستخدم خدمات اللغات هنا لأن الأمم المتحدة لها لغات ستة رسمية فأنا سأتحدث بالفرنسي هذا من أجل تصليط الضوء على التعددية هنا أود أن أذكر أمرا ذكر من قبل وهذا يتعلق بالإتلاف الديناميكي للقيم وهذا جزء لا يتجزء من الإنترنت هذا أمر ذكرناه في المحافل الإقليمية والوطنية للمنتدى وهذا هو سؤالي كيف ترون تطور الصلة ما بين البيانات غير المسمى وما بين حماية الخصوصية شكرا لسباسيان على هذه النقطة الهمة التي ذكرها أنا يمكن أن أبدأ باستخدام اقتباس من جورج بيرنارد شو الذي قال أنه لم يسخدم هذه الكلمات ولكنه سأشير إلى المعنى قال أن المعلومات الكاذبة هي أخطر من الجهل فإذن علينا أن نضمن أن يكون هناك توازن وأنا أستخدم كلمة توازن كثيرا ولكن نحن لا نريد أي معلومات كاذبة أو مضللة وإن أفضل طريقة للتعامل فيها مع هذا الموضوع هي التوعية وعلينا أن نمكن المستخدمين حتى يتمكنوا من أن يحصلوا على المعرفة المطلوبة وأن يتيقنوا من أصل هذه المعارف أنها صحيحة وموثوقة فهذا أمر للغاية وبالنسبة للمعلومات المتاحة عني الموجودة عن الإنترنت هذه كلها يجب أن تكون بموافقتي أذكركم أن تتوخوا الإجاز لأن الوقت المتبقي ليس طويل شكرا أود أن أشير إلى الدول التي تعمل على إصدار قوانين من ضمنها سريلانكا هناك المسألة المتعلقة بسيادة القانون والشرعية أيضا الطريقة التي توضع بها هذه الآليات أنا طلب مني أن أنظر في القانون الخاص بسلامة الخدمات الرقمية الذي يتم النظر فيها في الوقت الحالي في إطار مطالبات من المجتمع المدني بأن تكون هناك مشاورات حول هذا الموضوع هناك أيضا قوانين تقترح في الولايات المتحدة تتعلق بمراقبة الحرية حرية التعبير وهذا أمر تحدثنا عنه من قبل في إطار منتدى الممارسات الفضلة فعلينا إذن أن نوضح أو نشير إلى أن القوانين المتعلقة بحماية البيانات واضحة وقوانين الأمن السبرانية أيضا واضحة بحيث لا تستغل هذه القوانين بصورة غير مشروعة لفرد مراقبة على الناس من قبل الحكومات شكرا هل يمكن رؤول أن تتحدث بإيجاز؟ نعم كان هناك تعليق بشأن إدارة الحكومات للبيانات والمعلومات وأيضا إرسالها إلى شركات خاصة هذا من السهل الإجابة عنه من جانبي فإن الحكومات تتحمل نفس المسؤولية مثل الآخرين فيما يتعلق باحترام القانون ما من استثناءات هنا ولكني أعرف أن هناك بعض الدول يمكنها أن تحدد بعض الأمور المتعلقة بإدارة البيانات لكي تحصل على المزيد من التحكم ولكن أعتقد أن الحكومات الديمقراطية والدول الحرة فإنها تتحمل نفس المسؤولية وعليها أن تحترم القانون على الأقل هذا هو الوضع في أمريكا اللاتينية وإذا كان هناك نقل المعلومات من الحكومة لشركة خاصة فهذا يجب أن يتم بحسب الإطار الذي صمم لذلك إن الحكومات تمتلك حجما كبيرا من البيانات وهذا أمر طبعا له قيمة قيمة كبرى يمكن للحكومة أن تقرر إذا كانت ستقوم بنقل هذه البيانات إلى القطاع الخاص أو إلى الأبحاث أو مجال الأبحاث إلى الجامعات إلى آخره فإذن نحن في الصين لدينا مثل هذه السياسات المتعلقة بتنظيم نقل البيانات للقطاع الخاص أو للناس لكي يقوموا باستخدامها وهناك رخص مثلا يمكن أن يتم الحصول عليها للحصول على البيانات أعتقد أن هذا جيد لأنه هذا يتيح المزيد من البيانات وهذا يفيد الناس شكرا جزيلا بالنسبة لحماية البيانات فنحن في فرنسا لدينا قانون يتعلق بذلك وهو القانون المتعلق بحماية هذه البيانات هذا قانون يعود إلى عام 78 وهذا يتعلق بحماية البيانات الشخصية ويمكن أيضا أن ننظر في مسألة النفاذ إلى البيانات وأيضا يمكن أن نسيطر على من يستخدم هذه البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات لأن النفاذ أو إعطاء إمكانية الدخول على البيانات يمكن أن يؤدي إلى بعض الانتهاكات فإذن من الضرر أن نقوم بتنظيم هذه المسألة مسألة نفاذ الناس إلى البيانات هذا أمر يتطلب المزيد من الشفافية والتعاون شكرا جزيلا كان هناك متحدثا يريد أن ينضم إلينا ويريد أن يعطينا رأيه لأنه لم يتمكن من الانضمام إلينا الآن فهذا المتحدث يلخص ما أراد أن يضيفه ويقول أنه من الصعب أن نفكر بطريقة مبتكرة في بعض الأحيان فيما يتعلق بمثل هذه الأمور كيف يمكن أن نجد حلولا عملية ومبتكرة في نفس الوقت وأيضا هناك هذه الهوة التي تتسع ما بين حماية البيانات وأمنها وحماية سرية البيانات والمعلومات الشخصية أيضا إن نظام الأمم المتحدة حاول أن ينظر في خيارات مختلفة ولكن بنتائج محدودة أعتقد أنه قد نجح في أن يحدد هذه النقاط الهمة أنا أقدر هذه المساهمات أنا أريد منكم أن تعطونا لمحة عن هذه الجلسة هل يمكن أن تلخص ما ناقشناه في أقل من دقيقة جودث شكرا جزيلا أنت تريدين إذن الملخص كانت هناك الكثير من التعليقات هنا وعبر الإنترنت عن حكمة البيانات وحمايتها كيف يمكن أن تخزن البيانات بصورة آمنة أيضا أن تضمن أن البيانات لا تخزن مثلا في مبنى فإذا شب حريق فإن هذه البيانات ستضمر أيضا بالنسبة لتخزين البيانات في السحاب وفي مواقع مختلفة وذلك من أجل تأمين البيانات فلا يمكن أن نضع كل البيانات في مكان واحد لا يمكن أن نضع البيض كله في سلة واحدة وحتى وإن خزن البيانات في السحابة فيمكن أن نضعها في مقاطع مختلفة أيضا نظرنا في سيادة البيانات ومسألة أن البيانات تخزن في بلد آخر في السحاب هذا يعني أن هذا أمر يتبع قوانين ذلك البلد الذي تخزن فيه البيانات إن هذه البيانات لا زالت تحت تشريعاتكم أنتم أنا لا أريد أن أخذ المزيد من الوقت ولكني فقط لخصت بعض التعليقات والأسئلة شكرا جزيلا على هذه الجلسة التفاعلية نحن فعلنا ما بوسعنا لكي نعطي الفرصة للجميع لكي يعبر عن آرائه وأن يطرح أسئلته وفي نهاية المطاف نحن نعزز التعددية ونحن أردنا أن نعطي الفرصة للخبراء لكي يعبروا عن آرائهم إذن نحن نريد أن نشكركم بنيابتي عن المنتدى وأريد منكم أن تصفقوا لهؤلاء المتحدثين الرائعين والآن سنقوم برفع هذه الجلسة شكرا 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 شكرا